نفذ العشرات من مرضى السرطان وذويهم اليوم اعتصاماً أمام مركز الحسين للسرطان تعبيراً عن رفضهم لقرار وزارة الصحة المتضمن وقف تجديد الإعفاءات الطبية له مزيد من التفاصيل في التقرير التالي التأمين الصحي حق كل مواطن شعارات رفعها محتجون أمام مركز الحسين للسرطان ضد قرار وزارة الصحة المتضمن وقف تجديد الإعفاءات الطبية لمرضى السرطان تعليمات جديدة بحق المرضى وصفها بعضهم بعمل غير إنساني وتعبر عن إصرار الحكومة على الانسحاب حتى من أدنى حدود الرعاية الصحية قارل يتضمن إلغاء صرف أدوة المرضى الباطن لمركز الحسين للسرطان والمحورين من وزارة الصحة على مركز مما له أثر كبير واسلبي على المرضى اللي هم أصلاً يعانوا من ويلات السرطان وتوابعه والمشاكل يعانوا منها إقتصادية واجتماعية ومادية كمان ومعنوية فهذا قرار بزيد العبع عليهم قرار يحرم مرضى السرطان الاستفادة من الأجهزة المتطورة والكوادر المتخصصة وعدم الاكتراث بالمستوى الصحي لهم سبب هذا التجمع أنه رح يلغوا عنا الإعفاءات ورح نضطر ندفع تمني الكشفيات والفحوصات والأدوية الدورية اللي هي بتتكرى يعني كل شهر مثلاً الأدوية إنه هذا صار مرض مزمن هلأ الطوارئ طبعاً من أكتر من 3-4 سنين بطلوا يستقبلونا بالطوارئ وطبعاً إحنا وضعنا يعني شوي بتطلب إنه ما ناخد أي أدوية مثلاً إنه إذا بنا نطلع برا ما بصير ناخد أي أدوية إحنا علاجات عادة ناخد مثلاً بنادول أكثر شيء يمكن أشياء بسيطة جداً عشان ما يصير أي تفاعلات معنا لا سمح الله يرجع لنا المرض هاي الأمور كلياتها فنتيجة هذا القرار أنه يوقفوا الإعفاءات وإحنا هذا بشكل عبئ علينا هذا القرار يرهق كاهل المرضى وذويهم مالياً ثم صحياً من خلال علاجهم في مراكز غير مجهزة لهذه الغاية بالمستوى الطبي اللازم أسامة العدوان رؤية ترجمة نانسي قنقر